في مخيمات النزوح في العراق تروى قصص لمعاناة ساكنيها ممن هجروا قسرا من مناطقهم فمن نفذ بجلده هاربا من القتل والجوع والمرض وغيرها لاحقته المتاعب إلى المخيم وهذا ما حدث في مخيم بزيبز في منطقة عامرية الفلوجة حيث اعتقل العديد من النازحين بتهم مختلفة جلها ملفقة كما يتحدث ذوهم في المخيم بالنسبة عني عندي ولدي اثنين جوا هنا مهجرين واعتقلوا هنا من المخيمات لا أمر قبض من القاضي ولا أخذوه مشوه وحكموه بعدام لا مسوي شي ولا هاي أبد قاموا يسويهم بدلاء عنده إجراءة ما لهم شغل به يأخذون الفقير بديل المجرم وواحد عندي ابن عدام واحد 15 سنة حكم واحد من ناصرية واحد بالتاج يتاجرون بالمعتقلين الأبرياء داخل السجون يقول شقيق المعتقلين من المخيم أثناء حديثه عن سوء المعاملة التي يتلقاها شقيقاه المعتقلان من قبل مسؤولي السجون وهسا حاليا أخوي علي إعدام محافظة الناصرية وأخوي اللي عمره 14 شخيضوا من المسيب قضاء المسيب محافظة بابل وهسا حاليا بالتاجي وداروح نواجه يقول يأخذوننا للمستشفيات عساس روح يداومهم الدواء يقول مصحح يقول يأخذوننا حب براسيتول أو فلاجين ما أكو لا أبر ولا أكو الدواء يقول هذا الزيت الفلوس نحاول لهم حوالي من نحاول لهم الفلوس للمحتقلين نروح نواجههم مرة ثانية يقول ما تصلنا فصارت تجارة محتقلين بين الضباط الكبار الاعتقال بوشاية من المخبر السري وإلصاق التهم الكيدية بالنازحين وسوء معاملتهم والتربح ماديا من وجودهم في السجون أمور تضاف إليها المعاملة وفق دوافع طائفية يوكد أهالي المعتقلين أخذوها بأن هو جنابي منطقة الجرفة الصخر ووكدها صار شرط الطائفية أنت جنابي سني منطقة الجرفة الصخر فأخذوها استخبارات الحلة قالوا إحنا ناخذ بس استفسار ونطق صراحة أخذوها ظلنا نراجع علي تقريباً أسبوع بالمركز قضاء المسيب راجعني علي أكثر من مرة ومنطن كل إجراءات علي ما ترصده الكاميرات من شهادات لأهالي المعتقلين في العراق يعد جزءاً يسيراً من قصص الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بعلم السلطات الحكومية في ظل غياب واضح لدور القضاء وباقي الأجهزة المعنية بوقف الاعتقالات الكيدية والانتهاكات ضد المعتقلين في السجون